أعلن اليوم السلساء 28 ديسمبر 2021 رجل الأعمال حسن سامي إصاباته بفيروس كورونا هو وزوجته الفنانة داليا البحري وأبنائهما اسمت وحبيبة وزوجها أذهب وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا داليا البحري وصلت على لقب ملكة جمال مصر سنة 1990 وعلى المركز السبع وعشرين في مصابقات ملكة جمال العالم هي جوزت تلات مرات المرة الأولى من رجل مصري أنجبت منه ابنتها خديجة إلا أنها توفيت بعد 8 أشهر فقط وانفصلت بعدها عنه المرة الثانية كانت في أغسطس 2008 من فريد المرشدي اللي هو في الصورة دي لكنهما انفصل بعد زواج استمر خمس سنوات وأنجبت منه بنتها اسمت توفية طلقها اللي هو فريد المرشدي عام 2014 جوز التالت كان من رجل الأعمال حسن سامي وعلى فكرة رجل الأعمال حسن سامي لديه أربع ابناء